مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قصص اليوم هذا الطبيب لم يكن يعلم أن هناك كاميرات مراقبة انظروا ماذا فعل قد يحدث أن تلتقي بطبيب أو ممرض في مستشفى ويتضح أنه كان زميل لك في الدراسة يوم الثانوي أو الجامعة ويكون بذلك اللقاء مفاجئ وغير منتظر وما حدث مع هذا الطبيب هو أمر مماثل حيث رصدته على سات الكاميرا عندما التقى بأحد معارفه السابقين في المستشفى التي يعمل فيها وكانت مفاجأته كبيرة لكن الطبيب لم يكن يدري أن هناك كاميرات مراقبة في قاعة العلاج كانت هذه الشابة تستعد لفحص في رحمها وبقيت تنتظر الطبيب الذي سيأتي لعلاجها أخبرتها الممرضة أن تصعد فوق السرير للعلاج وتنتظر بينما صعدت الشابة فوق السرير دخل الطبيب وبدأ يسأل عن حالتها من دون أن يرى وجهها وكانت هي الأخرى تكلمه من دون النظر إلى وجهه لكن عندما نظر إلى بعضهم البعض كانت المفاجأة فالشابان كان يدرسان مع بعضهما في الجامعة وكانت تربطهما علاقة حميمية لكنهما انفصل عن بعض تفاجئ كل من الطبيب والشابة بتلك المفاجأة وبدأ يتبدلان أطراف الحديث كانت معالم وجههما تحيى بأنهما يتذكر بعض الزكريات الجميلة التي جمعتهما بدأ الطبيب ريدريغو يقوم بعمله بينما كانت الشابة في قمة السعادة لأنها التقت به مرة أخرى فمن المؤكد أنها كانت ولا ذالت معجبة به ونفس الأمر بالنسبة للطبيب الذي ظهر عليه بعض الارتباك بمجرد أن شاهدها عندما انتهى الطبيب من عمله سأل الشابة عن حالها وكيف تشعر بعد الفحص عندها قابلته الشابة بابتسامة عريضة تظهر بعض المغازلة وأخبرته أنها بخير كان الشاب مرتبط من بعض الشيء ويريد أن يقول لها شيئا وفي الأخير أخبرها عن رغبته في تحديد موعد معها وهو من قبلته الشابة من دون طرد وظهر الطبيب يغادر القعوة في قمة السعادة ونفس الشيء بالنسبة للشابة التي قفزت في السماء من شدة الفرح لا تنسى الأعجاب والاشتراك بالقناة وشكرا للمتابعة